كاستات مصريات او من حقنا نحلم ان بكرة يكون فيه امن وامان اكتر من احنا عايشين ودلوقتي ببيئة صحية لذلك جدا طبعا وامن امن الستات والبنات هو امن البلد على فكرة بالمناسبة يعني طيب هي قالت الجملة رطيفة جدا هي قالت من حقي ان ابني او بنتي او اخوي او اختي معنى كده ان ده يشمل مش بس علشان الستات احنا بقول كمان اذا تعرض رجل في بيئة العمل او في المواصلات لأي نوع من انواع الايحاقات او التحرش او التنمر هو كمان بيطبق على الطرف الاخر نفس الموضوع ده بالطبع احنا بنجرم جريمة جريمة التنمر والتحرش ايا كان لفعيلها سواء رجل او مرأة انا بس اللي عايز اقوله طبعا الموضوع متدرج احنا في 2021 صدر قانون كان لأول مرة يعرف التنمر والتحرش ويورمهم الا ان ما كانش كان القانون خالي من اماكن خاصة للعمل والستعمال اكتر من شخص وكان ما بيغطيش اوي الايحاقات والتلميحات خاصة الاباحية في وسائل لاسلكية او الالكترونية او وسائل التواصل الاجتماعي فوجد المشرع انه هو لازم يضيف في هذا القانون تعديل اللي هي فقرة 306 بالنسبة للتحرش و309 بالنسبة للتنمر اماكن العمل عندما يكون له السلطة او السيادة عليه والحقيقة خلينا نقول بس عشان ما نخدش المشاهدين هذه جريمة جديدة على المجتمع المصري في الاونة الاخيرة مش ظاهرة في المجتمع المصري ان احنا تبقى مرعبة يعني في بلاد اكثر رعبا في ظاهرة التنمر والتحرش لكن خلينا نقول ان احنا مش واخدين عليها فيجب ان يكون هناك اقراض عليها فاحنا عايزين نكتثها من بدايتها بققوبة رضاء عشان ما حدش يفكر يعمل وخلينا نبقى عارفين ان عمر ما القانون وتشديد العقوبة هتوقف هذه الجريمة يجب ان يكون وراها خلفية اسرية تعليمية ثقافية اعلامية قوية جدا حضرتك النهاردة بتقومي بدور في هذا القانون لانك بتحذري فبقى فيه رضعة بعرف الطرفين طرف انك حتتعقب وخد بالك العقوبة مشددة وحنشرحها دلوقتي وطرف انك ليك حق فما تسكتش عنه بس حضرتك قلت ان العقوبة لانها كبيرة وراضعة واللي حضرتك تشرحها لي دلوقتي الاول قبل ما اكمل بقيت سؤالي لان بقيت السؤال متوقف على نوعية العقوب طيب خلينا نبقى متفقين كمان ان على سبيل المثال المجلس دخل في قانون كنت نسا بتناقش مع الأستاذة في قانون المعلومات جراء من المعلومات كان فيه عقوبة رضعة جدا للإحاءات او التنمر في وسائل التواصل الاجتماعي الحقيقة المجتمع مش منتبه لها لا يعني ما ان فيه عقوبة بس محدش بياخد حقه محدش بيطالب حقه ممكن لان هما ما يعرفوهاش دينا بنقول كمان في قانون الطفل ايوا تكاد تصل للعقوبة دي يعني التنمر البسيط والإحاءة البسيط بيصل إلى سجن سنة وست شهور وتصل إلى سنة وغرامات توصل لخمسين ألف لمئة ألف لمئتين ألف جنيه لو بس إحاءة على وسيل التواصل الاجتماعي أو تنمر رغم ان احنا بشوف ده كل يوم ومنتشر مال الدنيا بزرطة ما هو محدش بيطالب حقه وبيفعل قانون ده على سبيل المثال قانون الإعاقة ذوي الإعاقة في تجريم قوي جدا برضو في تقاعص أنا اللي همني الحقيقة ظهرة التنمر ظهر قوي فين في المجتمع في المدارس وعلى السوشيال ميدي الحاجتين دولة اللي هو لازم نلقي الدوق عليهم لأن الرجل المصري ليس رجل متحرشا إذا كان بيميل إلى الدعابة أعتقد هذا القانون بأرادع له أنه ما تحذرش في السكة دي لأن هذه السكة ما بقيتش دعابة بقيت جريمة بقيت تجريح يعني فيه فرق بين التنمر وبين الدعابة بس حضرتك قلت منتشر في المدارس هل التطبيق ده بتاع التنمر بيبدأ من سن معين يعني ممكن التعامل معين هو طبعا قانون الطفل بيعاقب الطفل في وقت من الأوقات لو تنمر جماعي مثلا لكن كمان الأخطر عندما يتنمر المدرس على الطاقة وهذا بقى ضعيفنا العقوبة من ثلاث سنين لسبع سنين لأنه صاحب سلطة لأنه صاحب سلطة أو صاحب تربية أو صاحب سيادة أو صاحب ولاية ومتقالت ثلاث حاجات عشان برضو ما يبقاش فيه يعني قلنا السيادة والولاية والتربية عشان ما يبقاش فيه مخرق